بعدما الاهلي جاب الزنفولي على سبيل الاعرار مدة 6 شهور ليه الاهلي جاب الزنفولي وعطت صفقة ابو جبل تحليل الموضوع ان ابو جبل لو كان هيجي كان هيجي كحارس اول للنادي الاهلي لكن الزنفولي جاي كبكب في ظهر مصطفى شوبير اللي هيبدأ ياخد ولو ما توفقش الزنفولي هيكون موجود كانوا يعني من انواع الحماية لان مصطفى مخلوف وحمزة علاء الاثنين ما عندهمش تقريبا اي مطشاط رسمية مع الفريق حمزة يمكن عنده مطش بس في كاسر ربطة وربع ساعة في الدوري من سنتين لكن هالمنطقي وانت عايز حارس 6 شهور ما تروحش تجيب الحارس نمرة 2 في المنطقة مصر وتروح تجيب حارس صغير شوية الحقيقة انا كنت من الاول ضد التعاقد اصلا مع حارس مرمى لكن لو كنت هتجيب حارس وقدامك ابو جبل حتى لو هيعود على الدكة فاكيد كان اختيار ممتاز وملخص القول يعني من غير زعل رغم حبي واقتناعي الشديد بمصطفى شوبير لكن اظن لو ما كانش اسمه مصطفى احمد شوبير كان ابو جبل جيل